دائما نبقى ونسجل وجواء مشمسة ومستقرة تخص أغلب ولايات الوطن فقط رح يكون فيه يعني تراجع تفصيل في درجات الحرارة القصوى فيما يخص المناطق الداخلية والهضاب العليا بالنسبة لتوقعات التقس المرتقبة خلال صبيحة اليوم إذا نظب دائما نبقى ونسجله خلال الصبيحة على مجمل السواحيل الوطنية والمناطق القريبة منها درجات الحرارة الدنيا تصل إلى حوالي سبع درجات بسطيف بشار رح تتشكل بعض الرعود المنعزلة ممكن تكون مرفوقة بتساقط بعض الأمطار قال ما 11 درجة نفس المقياس كذلك بغردايا وإليزي بينما العاصمة 12 درجة وهران كذلك البيت 8 درجات والجلفة ستصل إلى حوالي 6 درجات خلال صبيحة اليوم بحول الله بالنسبة لتوقعات التقس المرتقبة إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم السبت الأجواء ستكون مغشات جزئيا فيما يخص أغلب السواحيل الوطنية وكذلك المناطق الداخلية للوطن احتمالكم في تساقط بعض الأمطار الرعدية على الهضاب العليا الغربية وفيما يخص باقي المناطق الداخلية للوطن مع درجات حرارة قصوى تصل إلى 19 درجة ببثنا الرطوبة 50 بالمئة عنا بـ 26 درجة مع التقس مشمس إلى قليل السحب سيدي بالعباس 24 درجة الرطوبة حوالي 60 بالمئة بجاية ستصل إلى 24 درجة خلال ظهيرة اليوم على العموم درجات الحرارة ستكون مرتفعة نوع الماء فيما يخص السواحيل الشرقية سكيكتا 26 درجة عينتي موشنت ستصل إلى 25 درجة إن شاء الله خلال الظهيرة بشار 21 درجة مع تساقط أمطار الرعدية فيما يخص الجنوب الغربي كذلك بالنسبة لولاية تيندوف قلمة 27 درجة كأعلى مقياس فيما يخص المناطق الشمالية وخاصة الداخلية إليزي جونت عينامنا 28 درجة الأغواط في حدود 21 درجة الرطوبة 48% بينما المدية ستصل إلى 22 درجة توقعات درجات الحرارة إذن المرتقبة بحول الله خلال الأيام القليلة المقبلة فالأجواء إن شاء الله ستكون باردة على أغلب المناطق الداخلية للوطن كباتنا خنشلة بسة كذلك فيما يخص الجلفة لغواط تيارة عين الدفلة لن تتعدى حوالي 17 درجة فقط والدنيا ستصل إلى حوالي 4 درجة بالنسبة للمناطق الساحلية دائما تبقى درجات الحرارة شوية مرتفعة في بعض الأيام تخص أغلب المناطق الساحلية للوطن على العموم ستتراوح ما بين 20 حتى حوالي 25 درجة خاصة فيما يخص السواحل الشرقية كعنبا بيجايا جيجل واسكيكدا بينما على المناطق الداخلية للوطن كما سبق وذكرت ما تتعدى حوالي 17 درجة يعني 16 إلى 17 درجة الولايات الجنوبية كذلك رح تسجل أجواء باردة على شمال السحراء ومنطقة الواحات كذلك بالنسبة لولايات بشار ستصل إلى حوالي 22 درجة فقط رح نسجلها إن شاء الله كذلك بغرداية زلفان المنيعة الوادي ورقل أو حسيم سعود كذلك بالنسبة لإليزي جانت وعنم ناس وعلى باقي المناطق الجنوبية وتحديدا على أضرار عين صالح وتندو ستصل حتى 32 درجة وهذا كأعلى مقياس بالنسبة لحالة البحر دائما يبقى إذن هذا إلى قليل الاثتراب على أغلب السواحل الوطنية الرياح ستصل إلى 40 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى والشرقية و20 كم في الساعة للسواحل الغربية علو الموجة سيتراوح من بين أقل من المتر إلى المتر ودائما الرؤية متوسطة واتجاه الأموات سيكون شمالي شرقي على كافة السواحل الوطنية إذن نجوة مشمسة ومستقرة ربعية بامتياز تخص أغلب المناطق الشمالية للوطن وخاصة الساحلية فيها تساقط بعض الأمطار الرعدية على المناطق الداخلية للوطن وكذلك بالنسبة للجنوب الغربي إذن هذا ما لدي لحد الساعة بخصوص توقعات التقس أكيد أكثر تفاصيل سنوافقكم فيها في موعدنا الإخبارية اللاحقة